اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يحدث هذا يا سيد الفافل هي علامة غير جيدة لك انك فعلا بدأت تفقد نشاطك وقوتك على هذا الجهاز الاصر وبالتالي تحتاج منك انك ترجع تكتب مرة ثانية بيدك وتفسير علمي بسيط جدا و علماء كثر تحجوا في هذا الموضوع وقالوا من المهم جدا ان الانسان يستخدم يده في الكتابة من فترة لأخرى ويكتب كلمات ويبدأ يفكر لأن عملية التواصل الفكري ما بين عقلك والكتابة هذه جدا مهمة وانك تخطها بيدك وهاب جدا تقنيات مهمة تساعد على حفاظ على النشاط الذاكرة ونشاط وقوة العقلية الموجودة عندك لا تفقدها لا تشيلها المخ يحتاج دايما إلى الرياضة رياضة المخ اللي هو الشغلات هذه اللي هي قاعدة يستخدمها التقنيات اليدوية اللي يحتاج منك باستمرار لانك تحافظ عليها هب لي قاتل المخ ودهني يتكلم عن الفرق ما بين المخ والعقل لأن الأغلب يشبك ما بينهم يكون عندي مخ هذا طبيعي جدا الانسان يحمل مخ عنده مخ طبيعي جدا وكل كائن على وجه الأرض عنده مخ هذا طبيعي جدا ولكن العقل العقل لا ملك اللي يملك عقل العقل مختلف عن المخ ونفرق بينهم عشان نعرف نتكلم عن الجهاز العصري والتقنية هذه العقل هي ما يمارس المخ أي معناها النتائج أو الظواهر أو ما يشتغل عليه أو الشغلات اللي قاعدة سويها المخ إيجابية النتائج قاعدة تظهر عليه هل يسمونها عقل ومارساتك خبراتك شغلك هذا عقلك ما تكون من العقلية لكن المخ مختلف الآن المخ عشان يديه مارس ويمارس نشاطه بشكل جيد يحتاج منك بعض التمارين وتمارين المخ الجهاز العصبي غيص هذا الجهاز العصبي هو المخ والتالي تحتاج منك أنك تمارس يدويا في الكتابة وغيره وغيره ممكن تنشطها الذاكرة أني أطالع بشكل جيد أني أركض أني ألعب أني أتحرك أني أسوي شغلات مفيدة أني أركز في الأمور الحسابية أني هذه كلها تغذية وتماريخ خاصة في المخ والجهاز العصبي بما يساعد إلى نمو عقلية أفضل وأفضل لذا نرجع إلى صلب الموضوع الآن قوة العقلية الموجودة عندك وقوة النشاط العميق اللي موجود عندك أو اللي تحتاجه تكمن في أنك تكتب تكتب يدوي واحد يقول لي أنا بكتب يدوي لكني يعاني من المشكلة بعد فترة أن خطي بدأ يصبح مزين لها دلالة دلالتك أنك لازم تمارس بشكل آخر يعني شنو يعني أقرأ وتكلم وأكتب بيدي بعد فترة يتحسن خطي معناها أصبح هذا التمرين جيد بالنسبة لي النشاطات كثرة يتحجون دكاتها كثرة يتكلمون عن هذه التقنيات قد تكون بسيطة وتافحة ولكن في النهاية هي تحمل في طياتها كثير من الأمور لتفيد الجهاز العصيب تقنيا واحد يقول لي زين طيب أنا عندي مشكلة عندي مشكلة أنا ما أقدر أكتب بها النظري بسيط مقادر أسوي الأمور هذه هل في تقنيات أخرى ممكن أستخدمها لتخليني أنا النشط أكثر ممكن ممكن حتى لو بغيت أنا أتكلم وأطبع أو أطبع بالتايبينغ أو أطبع بالكمبيوتر أو أطبع بالهذه لابد أني أقرأ بشكل جيد فقراتي السليمة في المرحلة الأولى يعني أكس علي معناها أني أنا أعرف أقرأ وأتكلم وأطبع بعد فترة أستخدم إيدي و أحد يتكلم الكلمات والأحرف لا أبدل الكلمات الإنجليزية والكلمات العربية أبدأ أستخدم هذه التقنية وهذه التقنية إلا ما أسبح أني قدرة عالية على موازنة الأمور أنا أعلم أني يعاني الكثير من هذا الناس ما يقدر يكتب أنا عارف و ما يقدر يعبر أنا عارف و شو بعضهم يكتب و ما يعافي قراها لكتابته هذا واضح أنه عنده مشكلة كل ما كانت دلالة أنه هناك مشكلة عندك في الجهاز العصبي كل ما لابد تشوف لك طرق أخرى تنشط هذا الجهاز بشكل أو بآخر من إن شاء الله الجميل ينصحون فيه أني أبتعد أنا ذاك إذا شعرت في هذه القوة أبتعد عن الأمور المنبهات يعني شنو شخص يستخدم المنبهات بشكل جدا عالي عالي جدا يعني القهوة الشاي أو حتى بعض الأحيان إذا كان فيه أخذ حبوب معينة تحملها كافيين عالي هل يجب أن يخففها بشكل كبير لأنه أصبح الضرر واضح على جهازك العصبي ما عندك قدرة أنك تكتب بيدك و عندك رجفة بالإيد أو خلل فأخفف و أبدأ أكسب نوم خلي الجهاز يريح و بعدين أبدأ علمه مرة ثانية على الكتابة أعبر بشكل جيد و كثير من الناس تكلموا و علمه النفس تكلموا أن التعبير الجيد أي الكتابة اليدوية بورقة تعبر بشكل أقوى من الكلام أحيانا لذلك نشوف بعض الناس يقول لك أنا أفضل إذا صارت لي مشكلة أكتبها و أنام أحس أني اختطلعت كل الكلام بهذه ورقة لاحظ التواصل ما بين الطرفين لاحظ الفكر المتواصل ما بين الأثنين لاحظ الرسالة وين قاعد تكون أنا شلون أقدر قوي هذا الجهاز اللي موجود عندي شلون أقدر نفس عليه اللي في قلبي شون أطلع العبارات شون أحافظ على قوة نشاط العقلي شون و شلون شلون كلها تقنيات بسيطة ولكنت تمارسها بشكل أو بآخر دون الاهتمام فيها فنتمنى منك اليوم رايح لورقة موجودة معاك و تبدأ تكتب ما قدرت تحاول شوي شوي أنت مكثل منبهات أخفف هذه المنبهات أبدأ مارس بعد فترة إلي ما أشعر أن تعبيري كتابيا هو أفضل بكثير من عملية التعبير اللوحي أو الكتابة اللي يكتبعها في الكمبيوتر هذه تقنية جيدة رايعة جميلة تحتاج منك اهتمام في النهاية و احتوصل لحق الهدف المنشود قبل ما نختم و نبدأ نتكلم و أدي أتكلم عن هذه الجزئية البسيطة دائما نتكلمنا عن لوح الكمبيوتر أو الجهاز الذكي لا تخلي الجهاز هذا يعبر عنك بانفعالاتك بمعنى أنا شخص أحمل تليفوني زعلان أو اليوم قاعد نشوف زعلان متضايق أرسل لحق صديقي علامات أو وجوه بنيانة زعلان متضايق لا تخلي هذا التعبير يصبح إلكتروني و هي أمانتها من المشاوية أو ما يسمى بالمشاعر الإلكترونية و اليوم أمانتها تعتبر أحد معدولات رئيسية في العالم وأصبحت اليوم تفتح مستشفيات خاصة لهذا العلاج أن الناس بدأت توخر على التعبير الطبيعي وتستخدم هذا التعبير الإلكتروني مما يسفر أن الكثير من الناس تفقد المشاعر الطبيعية العادية يصبح ما يقدر يتكلم يمارس هذا الجيل الآن في خطر شديد جدا أن يمارس هذه التقنية مع الأسف دون ملاحظة هذه الملاحظة أن خلاص أرسل ملامح أو فيس أو شيء شديد إننا قاعد يبتشي أو إننا حزين أو إننا وهذه عبارة كافية عيالك بناتك إخوانك إذا أرسلكها في رسالات وشفت جوابه أنا دزيت لك أني زعلان بس أنت مرد أفهم أن هذا قاعد يمارس الآن المشاعر الإلكترونية وهو في خطر في جهاز العصبي واضح تماما أنه عنده مشكلة في جهاز العصبي وهذه يفقد التقنيات الطبيعية عيالنا نتبه عليهم ما نخليهم أجيغاننا أصدقائنا أن الناس اللي عزاز علينا لا نخليهم لا نبدأ فعلا في أننا نمسكهم ونقول لهم دير بالكم عندك مشكلة واضحة وتقنية واضحة يليت أنك أنت تقدر يعني تحافظ على المشاعر هذه الطبيعية اللي أنت لازم تمارسها بشكل طبيعي وتعبر عنها بشكل طبيعي أكثر يعنون من هذه المشكلة ولكن دينا إن شاء الله حلقة مفصلة عن المشاعر الترونية وكيفية الحفاظ المشاعر الطبيعية وكيفية التخلص منها بالمشاعر الترونية أزف الوقت ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة برنامج رسالتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة